موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم مشاهدين الكرام في الأسابيع الماضية تطرقنا إلى دوائر جدا مهمة في محافظة بغداد لا وهي بلديات بغداد وزرنا من خلال هذا البرنامج وسوينا مساحة أسئلة وجاءتنا الأجوبة بشكل وافي من قبل أستاذ أبو دراء بلديات بغداد جزاهم الله خير جزاكم جدا متعاونين وصار تقريبا تغطية لا بأس فيها من حلقات متسلسلة من أجل إيصال الصورة الكاملة عن الخدمات المقدمة وكذلك طلبات المواطن منها الأراضي منها كيفية تجراء المعاملة كل هذه الأمور واتقناها من خلال سلسلة حلقات قدمت من على شاشة قناة الأيام وفيه برنامج بخدمتكم اليوم ذهبنا باتجاه مشاكل أو استفسارات كثيرة بصراحة وردتنا من خلال البرنامج حول البطاق الوطني البطاق الوطني الناس يقول يابا توقفت ناس يقولون يابا بعد ما يصدرون هناك بعض ضعاف النفوس بدت تطلب أموال من خلال سماسرة تريد مثلا يقولون يابا ترى هاي صارت سعرها كذا البطاقة حتى تطلع لك إياها وناس يقولون الا استثنان من الأشخاص والناس يقولون لا أنا جب لك استثنان اسموقها بالأموال والبطاقة أنا شوفها يعني رغم إجراءاتها والحجز كذا الناس في وقتها أذكر في وقتها عميد نشأت كان عميد في وقتها كان صاحبه هذا المشروع يعني هو كان يقيم على هذا المشروع الآن هو اللواء وأصلا صار مدير لحوال المدني وجوازات والإقامة في هذه الدار الموامن فكان يدعو الناس ومن خلال حتى البرنامج في وقتها ندعو الناس يابا تعالوا قدموا على البطاقة الوطنية وكانت جدا فارغة في وقتها حتى جوالت كان عداد الناس قليلين الآن وصلت مرحلة المواطنة يحتاجها فعلا في بعض الدوار ويتوقف تعتقد من الشهر الرابع الثالث وبعدين طول مهلة لمدة الشهر بالاستعجال بالتقديم البطاقة الوطنية والآن بدأ زخن بس انقضاء عدد مثل ما سمعنا تصريح أربعين مليون أو أكثر بقليل تم إنجازه واستلموا المواطنين بطاقة وهذا شيء فعلا يحسب لهم وإيجابي جدا بصراح لأن عدد الناس لا تنسى نقول أربعة أربعين مليون وخمسة أربعين مليون هذا ما نعرفها بصراحة لحدان منتظرين تعداد السكاني لكن هذا العدد بنسبة تسعين أو خمسة تسعين بالمئة شيء فوق الممتاز كل مواطن يمتلك هذه البطاقة والوثيقة المهمة اللي أنت تأخذك رقم ما يمتلك كل المواطن من خلال كل هذه الملايين فقط أنت المواطن تمتلك هذا الرقم وتسهل كثير يعني بدل ما أخذ الإشارة الجنسية والجنسية وأخذ هذه المعاملة أنا أخذ بطاقة ممكن تستخدمها صدر جوازي لألك يتماني بالشكل سريع جدا من كذلك الحاجزك لابد أن تكون عندك البطاقة الوطنية فهذا المستمسك ضروري جدا باستخدام كافة المعاملات في كافة دوار الدولة أعتقد حتى ما أطيل عليكم حتى ما أخذ وقت ضيف ضيف عزيز علينا بتاعتصالنا باللواء نشى جزاهم الله خير مباشرة صار الاتصال مع العميد مناضل الساعدي مدير علاقات وإعلام لحوال المدنية والإجازات والإقامة طبعا كان في فترة استراحته وإجازته لكن إحنا بعد جبرنا عندي أحضر ضيف عزيز علينا في هذه الحلقة أهلا وسهلا بك دكتور حازم طبعا سعيد جدا أن ألتقي بك مرة أخرى وصراحة طبعا أنت إضافة أينما حللت بأي فضائية ألتقي بك فأنت شخصية معتدلة وإنسان مهني وتقدم الكثير الكثير من خلال برامجك وكل هدفها سامي ومعروف للجميع أكيد هي خدمة المواطن الكريم تحية إليك وتحية لكادر قناة الأيام قناة الوسطية والاعتدال سعيد جدا بأن أتواجد معكم اليوم لنقل الحقائق اللي تقص علينا أحسنتم طبعا شهادتنا بك مزوعة من المناظر أولا أنت إعلامي وبالإضافة فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب وشكرا لهذه الثقة من الحميد نشت بشخصك الكريم لواء نشت عفوان عفوان لواء نشت عفوان عفوان لواء نشت عفوان لأسك لو نشت زيت درجة وأنا بنصل فريق مطلع تحياتنا لواء نشت مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وهذه الجهود المشكورة بالصراحة والتعاون الكبير مع الإعلام بصعب كثير من الناس يقول لك أنه نشت في البطاقة الواطنة كملتوها إلى 40 مليون صحيح السماعة المعلومة مش قد العداد المتبقية بالتأكيد دكتورة تحدثت عن الرقم حقيقي تم الإعلان عنه وهذه الإحصائية هي لغاية الخامس من أيلول 2024 يعني تزايد مستمر لكن للتصحيح هذه ليس البطاقات المصروفة عدد المواطنين المسجلين أما البطاقات المصروفة أكثر من 41 مليون ممتاز ستسألني لماذا ما أكثر من 40 مليون وما أكثر من 41 مليون لدينا المتغيرات الحياتية طبعا الزواج الطلاق أو الوفاة بالنسبة للأرمل أو الأرملة فهو أصلا مسجل راح تنصرف له بطاقة أخرى تعديل الحالة ممتاز فأكيد يعني راح يكون العدد أكثر من 41 مليون وتوضيح أكثر إحنا خلال هذا العام فقط إيش قد تتوقع يعني تم تسجيل يعني كم مواطن يعني العام الحد التاسع العام لحد الخامس من أيلول يعني جاية بحدث لك وفق هذه الإحصائيات يعني أنا أتذكر عن يعني تقول فد مليوني ظلمتنا دكتور يعني على الأيام لو تحسب هي 360 يوم لما عملوا على السنة نعم لا تنسونا تعطل عندكم خميس وألعف الجمعة والسبت أيضا دكتور لغاية يعني يوم 5 أيلول إحنا عبرنا أكثر من 6 مليون مواطن تم تسجيلهم خلال هذه الفترة تسجيل مو صرف اللي صرف أكثر صرف أكثر صرف أكثر صرف أكثر احنا اتفقنا على مبدأ إنه المسجل قد يكون يعني مثلا سيدكتور حازم يريدي الزوج ايه هذا الحق بين عدم جو جو فأكيد راح يصير تحديث الحالة فراح تنصرف لبطاقة جديدة جيد فأكثر من 6 مليون أنا يعني كم مواطن أدعف هذا مواطن كمين بجيوة أنتم كانوا بالعلاق مو شنوه كثير يعني هذا العام هو عام الإنجازات ضمن حكومة الخدمة الوطنية خلي إحنا ودام تحدثنا عن الأرقام أريد أن طيك تسلسل بالأرقام إن شاء الله منذ تسجيل أول مواطن بالبطاقة الوطنية قبل 7 عوام ولغاية حكومة الخدمة الوطنية اللي رأسه سيد القائد العام للقوات المسلحة المهندسة محمد الشاع السوداء المحترم لغاية ابتداء حكومة الخدمة الوطنية مسجلين 25 مليون 25 مليون نعم خلال عام ونصف عبارنا الـ 40 مليون يعني 15 مليون نضافهم أنت أتصور هذا الجهد الكبير اللي بدلته كوادر مديرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة خلال هذا العام ونصف طبعا وبالتأكيد هذا الموضوع يعني بيدعم حكومة مباشر من دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية المحترم السيد عبد الأمير الشمري يتابع كل صغيرة وكبيرة في خدمة المواطن وكأنه متواجد دائما في مديرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة واتحدثنا عن الرجل أنت يعني عمطية مقدمة يعني واضحة وصريحة عن السيد اللواء الحقوقي نشت إبراهيم الخفاجي سيد المدير العام يعلم بكل صغيرة وكبيرة في دوائرنا ويملك خبرة كبيرة للأمانة في عمل مديرة الأحوال المدنية وخاصة كل بطاقة المواحد والجوازات هو الرجل أول من وضع الأسس لانطلاق هذا المشروع الكبير ومشروع الجوازات وهو مدير جوازات في وقت ذلك نعم لهذا شهدنا تطور كبير في عمل بطاقة الوطنية والجوازات واليوم مديرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة سباقة جيد هسه مؤان رح تحيلني سؤال عميد بناظر والتعلام وتعرف ممكن نستقي من جوابك سؤال آخر أنا كمواطن العراق هسه أنا قاعدة أتفرض عليكم تبزور وقلت لي آني من سبع سنوات صارنا إلى بداية أو قبل شهر داعش اللي يتصار بها الحكومة تشكيل حكومة ساد محمد شاء السوداني هذا كان نسبة والآن صار 15 منهم زيادة زيادة خلال سنة ونصف سنة زيادة جيد عسه أنا قاعد ورشة أشو نقول زيادة شون اللي يتغير شو هما نفس الكوادر نعم ونفس الضباط ونفس المنتسبين ونفس الشركة اللي قاعد تنتج البطاقة شون اللي يتغير طبعا بالتأكيد تضافر الجهود الحكومية في دعم مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة شأنها شأن بقية المؤسسات أنا ما يهمني الحديث عن بقية المؤسسات الضباط بالعكس كثير من التفاصيل اليوم البناء التحتية تطورت في هذه المديرية التجهيز التجهيز الكامل بالمعدات الفنية لإصدار البطاقة الوطنية هذا أيضا أمر مهم جدا الكوادر لا كان تعزيز الكوادر بعض الدوائر اللي كان عليها زخم انشطرت إلى دائر تين تمشطرها إلى دائر تين بالتأكيد زادت الإنتاجية أيام الطباعة البطاقة الوطنية حتى الناس داوم يوم الجمعة ويوم السبت تتابع البطاقة الوطنية وهذا الأمر بالتأكيد هو المتابعة المستمرة من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم وبشكل شخصي وأيضا الجولات الميدانية يعني يدخل حتى بالتفاصيل مثلا بالتأكيد يتابع هذه الأمور مع السيد وزير الداخلية المحترم والتقى أيضا بسيد المدير العام برفقة معالي الوزير والسيد الوزير طبعا يضع كل ما يهدف إلى نجاح العمل وبالتالي هذه الخطط وضعت من قبل السيد الوزير المحترم ونفذت من قبل السيد المدير العام اليوال حقوق نيشة إبراهيم الخفاجي وبالتأكيد الضباط وقادة المديرية وكوادرها يعملون ليلا ونهارا فوصلنا إلى هذه النتيجة إن شاء الله نقول تكون مرضية لأبناء تعبنا الحبيب اليوم تتحمل إلى أسئلة بصراحة وأسئلة يعني الناس قاعدة تنقل إياها فأنا أمين أنا أقول لك كل أسئلة حتى أعرف بالتأكيد أنت معروف بالوسطية والاعتدال وسعداء جدا إنما ما يدور في ذهن المواطن العراق الكريم واجب إن شاء الله عبد ناضل ليش توقف التقديم الإيكتروني؟ هسا الناس قاعد تسأل والحديث اللي يديدور يا عبد ناضل بس خب احنا ما نعتمد على اللي يديدور يعني يقدم مصداقيته وموثوقيته نقول وسطة هسة بطاقة تستخرجها يعني بالرشاوة بالتفاصيل خارج نطاقة الدائرة العقومية نعم وصلت إلى 300 ألف ولا 200 ألف حتى طلع بطاقة يعني تعرفوا أكو انتحانات ألعفوا أكو قبول مدارس والناس محتاجة إلى البطالقة الوطنية ويضطرون حتى يقول ايش قد المدر أدفع؟ يقولون سببها هو توقيق يعني إيقاف التقديم الإلكتروني وهذا سبب مشاكل عنوصاتكم هكو معلومة؟ شو رح تتلافون؟ بالبداية أحب أوضح لك أنه النسبة اللي أعلن عنها السيد المدير العام المحترم بالمؤتمر الأخير المؤتمر الصحفي هو بحضور سيد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية تحياتنا لهم العميد مقداد ميري أنه بلغ عدد المسجلين أكثر من 90 إلى 95% فهذا النسبة اللي ظلت يعني لا تتوقع أنه نسبة كبيرة أنه ما مسجلين هذا واحد الثاني احنا نتمنى أنه مواطني يقول أنا انطيته احنا نتخذ الإجراءات القانونية إن كانت هذه المعلومات الحقيقية بحق كل من سووا له نفسه أن يمديده بس يقولك عن الماء أخاف أنه بقول أنا أحتي وابتلي ومع بيطلع البطاقة يقولك هي بين الحق والباطل أربعة أصابق دكتور لأول وهلة المواطني يقولك متوقف العمل بدوائر البطاقة الوطنية ماكو مواطنيين مصحيح لا أنا أقولك العمل مستمر الحجوزات يعني تعرف الحجز مستمر لغاية شهر خلال هذا الشهر عندنا كوادرنا الفنية الأبطال تحياتنا لهم العاملين بالبطاقة الوطنية وبشراف مباشر للسيد المدير العام المحترم وللأمانة يبقى إلى ساعات متأخرة معهم أنه جاي يعدون تطبيق حديث هذا التطبيق يشبه تطبيق الجوازل الإلكتروني ويتم الحجز من خلاله لكن الحجوزات موجودة وسارية وكل من يحاول عند السفسار يتابع الموقع الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك موقع مديرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة نوهنا عن الجداول والحجوزات وحتى الدوائر اللي راح ينتهي بها الحجز قبل ما ينزل التطبيق راح يستقبلون المواطنين بدون حجز ها يعني بإمكاننا نروح أقدم لو هس فقط الحاجزين الحاجز جيد هناك دوائر يعني بها حجز دكتور يعني مدة شهر من شر الحجز لكن هناك دوائر مثلا اسبوع ونتين حجز حددنا لهم جداول معلومة وأننا عنها ويقدرون يراجعون إضافة ذلك طبعا الحالات الإنسانية والاستثنات أكاتب هذه السؤال الاستثنات من هم المستثنين؟ المستثنين طبعا الحالات الإنسانية أبواب المديرية العامة اللحوة المدنية والجهازات والإقامة مفتوحة للجميع يوم المقابلات يستقبلهم السيد المدير العام المحترم إضافة إلى ذلك خول السادة مدراء مديريات المحافظات وفي بغداد الكرف والرصافة أن يشاهدون الحالات التي تستحق وينطي استثناء من عندها يعني الأمر ما مغلق تماما جميل إعاقة عوال شهداء جرحة مو هذولة تعامل خاص معهم أنت راح تقوير مو هذولة فقط السلطة لا 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 حضرتك تراجع راجعنا للقسم وقدم طلب عندك ابنك يريد المدرسة المهم أكفة سبب يعني احنا طبعا بالدرجة الأولى هم نعتبع المواطنين وين كانوا خلال هذه السنوات ليش ما سجلوا يكتور من شوقت حضرتك كملت البطاقة قبل فترة طويلة ليش يعني الباقين يعني أحيانا يعني هذا الزخم وهذا الضغط للتسجيل ولد أمر إيجابي هو القادمة للأرقام التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة فعلا وإذا ما يصر هذا الضغط هناك دول عديدة لا نريد أن نتحدث عنها لا يهمنا شيئا العراقي لحد الآن ما وصلت تسببت التسجيل بها مثل العراق نفس التجربة نعم دول عربية لا نريد أن نحدث أبحث حضرتك يعني التعلامي وراح تبحث وراح تجد أنه بلدان ما وصلت إلى هذا الحد من التسجيل جيد هل المدينة العثمون علينا نعم يعني دارت حوال مدينة السطر نعم يعني الزخم وصل إلى الباب يعني يعني أولا بصراحة هنكون واقعيين مدينة السطر ما تحتاجينها فقط دائرة واحدة نعم مجموعة الدواء لأمانة لأنها بالأربع ملايين نسمى أو أكثر يمكن هاي شون يعني شون تتلافونه هاي الزخم شون تتلافونه نعم أولا توضيح دكتور ليس كل أهالي مدينة الصدر مسجلين في مدينة الصدر قد يكون أهالي مدينة الصدر قسم منهم يعني أتوا من المحافظات وغيرها فهم في مسجلين في دوائر في المحافظات في دوائر أخرى في بغداد وأيضا العكس نعم مواطنين يعني من المحافظات مسجلين في مدينة الصدر مدينة الصدر طبعا مدينة كبيرة جدا تحياتنا لها مدينة الشهداء والأبطال اللي قدموا الكثير لهذا الوطن الحبيب شين أبناء الوطن الباطين بالتأكيد فكانت هناك إجراءات مهمة بصددها وبصدد أيضا الكاظمية والرصافة الدوائر اللي كان بيها زخم شديد تمشى طرها إلى دائرتين دائرة البطاقة الوطنية الصدر الأولى والصدر الثانية يعني موقع ذلك الرصافة الأولى والرصافة الثانية وأيضا الكاظمية الأولى والكاظمية الثانية حاليا مدينة الصدر شنو الإجراءات اللي صارت أولا تمشى طرها هذا واحد طبعا ما يعد أسبوع وتدخل لأيد حديثي على موقع الرسمي للمديريتنا إذا مو أقل شيء زيارتين من السيد المدير العامل يقف على طلبات المواطنين وكذلك احتياجات الموظفين لتطوير العمل هذا واحد اثنيا صارت دائرتين وحدة صباحي وحدة مسائب نفس البناية إضافة ذلك موضوع مهم جدا هناك بناية دائما النوة عنها ويزورها السيد المدير العام ويشرف شخصيا حسب توجيهات مع الوزير المحترم على أعمال البناء في هذه البناية بناية كبيرة تتسع لعدد كبير من المواطنين أعداد أكبر وهي قيد الإنجاز إضافة ذلك شوية خلينا نطلع عن البطاقة الوطنية ممكن قبل أن نطلع بس فاكل بناية خص مدينة الصدر أي لا البناية وين؟ موجودة قريبة أيضا عن هذه البناية بمدينة الصدر قامنا يعني رح تنشطب مثلا وبعد يشتغلون بها وإن شاء الله تختتم هذا العام هذا واحد اثنين قسم جوازات مدينة الصدر طبعا كان لدي تقرير مصور عنه وزرنا قاعة إذا كانت تتوقع تتسع حاليا ثم ترميمها وبناية جاهزة شيء على الجواز الألكتروني أو جواز الاكتيادي؟ لا لا الجواز الألكتروني القاعة طبعا تتسع لأكثر من 300 مواطن يمتد تتعفون قضية الجواز الاكتيادي الورقي ومترحون باتجاه الألكتروني؟ دكتور هسا حاليا ببغداد فقط مكتب واحد لمنح هذا الجواز وبالتأكيد اليوم الجواز الألكتروني تم إنشاء كافة المكاتب في بغداد ومتجهين لإكمال بقية المكاتب خارج العراق بالسفارات جميل إن شاء الله يعني ولن كتلة مكاتب أربعة بالخارج يمكن هذا المخرج يمكن جوازه بعد عام خلص يطلع الاكتروني أكو مثلا فترة محددة يا الله يستلم الاكتروني هسا مثلا جوازه عن بعض ناطق أقل السنة أقل السنة أقل السنة بيوم أو أكو أسباب موجبة بالقانون وأقل السنة بيوم أو تغير الشكل أو حسب الرغبة برسوم تدفع للدولة واضح أقل السنة أعلى ممكن أو مثلا يقدر يقول حسب رغبتها بس يدفع رسم إضافي الدولة تقول لك هيسي يقول لك ليش التعب الكواتب أو ترحبون بيوم بيجنزين مؤازلة الدولة طبعا أكو هذا البرنامج ماذا تروحون للمنزل وتصدرون الرطاق الوطنية دكتور للتوضيح مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أول من بادر لخدمة المواطن عبر المحطات المحمولة لا طب نعم هناك المحطة المحمولة المجانية أنت تحدثت عن الجرحة المرضى كبار السن اللي ما كانهم يتوجهون للدائرة يعني يصعب عليهم أنه تنقل ما ينقل وفق تقارير صحي طبعا تقارير صحية موقعة من اللجنة الثلاثية أو كبار السن اللي وضعه الصحي كل يشتعبون مثلا نفوسه مثلا بمحافظة أخرى فهذا مجاني شو نقدم مثلا أنا عدي مثلي شو حالة شو نقدم الان بي كي نسميه الان بي كي يراجع يقدم للمديرية سواء إلى مدير الشؤون البطاقة الوطنية أو من الممكن طبعا إحنا عدنا أبوابنا مفتوحة وفتحنا أكثر من باب حتى نمنع الفساد وهذه الخطط وضاحة سيد المدير العام المحترم أما مراجعة قسم العلاقات والإعلام بالمدير العام من الأحوال المدنية والجهازات والإقامة سواء كافة أيام الأسبوع أو يوم الثلاثة بالمقابلات الأسبوعية لسيد المدير العام الذي نستقبل به المواطنين وآلاف عديد من المواطنين انصرفت لهم وواكبنا حالتهم إضافة ذلك طبعا كثير من الناس الذي كان لهم أثر في خدمة هذا الوطن وأسماء كبيرة بتوجيه معالي وزير الداخلية المحترم فنانين كبار أنا توجهت للفنانة سليمة خضير والفنانة عمل خضير وكثير من الفنانين توجهنا لهم ومنحنا لهم البطاقة الوطنية توجهت للبصرة للكابتن علاء أحمد نجم الكرة العراقية وأيضا منحنا البطاقة الوطنية العائلتين بيت أخته وكذا فكثير من الشخصيات اللي خدموا هذا الوطن ولهم حق علينا وهم أصلا كبار السن مشمولين يعني إضافة ذلك بقية المواطنين مثلما يبدو العاقل العام حتى شيء خلص كله مباشرة أحد عطلة حافظين حاضرين يعني للأمانة إضافة ذلك هناك المحطة المحمولة المقابل الرسوم رسوم هذي 256 ألف يدفع 256 ألف ألف هاي بطاقة الوطنية لو جواز البطاقة الوطنية اتحدث له وجاه تصدر للمواطنين الخطوة الاخيرة ما البطاقتك توصك ببيتك جار العمل على اكمالها ان شاء الله وبالتأكيد خمبيها الرسوم محددة لو بعتيه اكيد راح تحدد رسوم شكلة لجنة لجنة بهذا الصدد والاجراءات ماشية ان شاء الله ونوصل للخبر مع احد الاكشاك في احد الدوار الاحوال يقول بخمسمائة الف صايرة ما محدد طبعا امام المشاهدين الكرام لم تحدد رسوم هذه البطاقة ولكن مثل ما قلت لك البطاقة هو نفس الاجراءات مجرد انه يصوروا يكملون واحد من افراد الاسرة يراجع للدوارة يدفع الوصولات راح يستلم البطاقة ممتاز هذا اللي موجودة حاليا عمي المناضي كل الدوارة كافية لاصدار البطاقة الوطنية هسا مثلا ما قلنا احنا يحتاج الى تكثير يجب تتوقع حاليا لدينا بالعراق دوارة ايه كل يوماني داسي يعني على قدر محافظاتنا يعني نقول اقل شي اقل شي فات 25 دارة لا كل محافظة دارة لا لا اقضية اقضية ممتاز عدنا 328 موقع هذا ما اكو شي مركزي اكون واحد ووجودة انت تروح بالشمال بالجنوب تروح 328 من البصرة الى الزاخو يعني لست الاقليم منظمة نعمل كون طبعا اكيد منظمة مركزية ها اقعلم ها مو مستقل الاقليم كون يستعمل بحضة يزدر بطاقة وفتش تحت اشراف الحكومة المركزية والمديرية العامة لأحوال المدنية والجوازات والاقامة ممتاز احسنت اكو مركزية طبعا لا دكتور عمل مركزي متكامل ان شاء الله ان شاء الله تحتاجنا على هاسم المركز والاقليمة وطبعا جزء لا يترجز من العقادة من سينا عدا وشي مفرغ مننا الخارج شون صدروا البطاقة بالخارج طبعا مثل ما اعلن سيد المدير العام المحترم بالمؤتمر الأخير انه منتصف الشهر المقبل سوف نباشر بعدد من السفارات بفتح لنصب المحطات والتعاون مع وزارة الخارجية وراح يصورون ويكملون إجراءات يعني قريب على إصدار الجوازات بالخارج هماتين أسواب الجواز الألكتروني وطبعا كوادرنا نتدربه في ألمانيا بالتنسيق مع شركة فيريدوس المنفذة للمشروع والأمور جيدة جدا إن شاء الله يعني منتصف الشهر المقبل هذا موضوع موضوع آخر راح تسأل أعتقد بقلبي يعني لماذا تسألون البطاقة تبتدي جوا لماذا تسألون الكلام دكتور المفروض متابع هذا الموضوع مصنع إنتاج البطاقة الملونة قبل فترة افتتاحها مع علي وزير الداخلية المحترام وهذا المصنع طبعا صندوق شهداء الشرطة يتولى الأمور وبالتنسيق مع شركة بريدوس وأيضا وزارة الاتصالات وشريكها الرسمي شركة أفق السماء وبالتأكيد أنه هذا اليوم الطباعة والمادة الخام والإنتاج كله بالعراق وإحنا إن شاء الله متجهين أيضا لموضوع الجواز الألكتروني بالخطط المستقبلية راح نباشر به مثل ما أعلن السيد المدير العام محترم يعني أنتم بعيد ما تحتاجون أن تنتظروا من شركة ألمانية لا لا تجاوزنا موضوع العقود هذا ضمن تسهيل الإجراءات ودعم الحكومة اللي هو بالمنهج الحكومي موجود نعم وبيشراف السيد الوزير المحترم أنه أيضا موضوع الجواز الألكتروني أيضا راح يكون بهالشكل ممتاز يعني حانشين عن البطاقة وحان توزيحها وحان سهولة التعامل رغم بأنه قلنا نحن هذه الفترة بأنه هي مدارس والزخم صار أكبر وعطرفنا بأنه خطأ عند المواطن بعض المواطنين خطأتهم يعني هم ما رجعوا من بداية فتحها قبل سبع سنوات نعم عميد مناظل يعني هل هذه البطاقة هي آمنة؟ يعني احنا نشوف سيف تزوير مثلا الجنسية يزوروها هكذا اشقد أمانها بالنسبة للمواطن طبعا لا يخفى على جنابك الكريم وعلى المشاهدين الكرام أنه اليوم مديرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة سباقة في العمل الألكتروني وواكبنا العمل في كافة مفاصلنا طبعا واكبنا بالبطاقة الوطنية بالجواز الألكتروني بالفيزا الألكترونية بالبوابات الألكترونية فما يهمنا أنت سألت عن البطاقة الوطنية أجزم بأن هذه البطاقة لا يمكن تزويرها أطلاقا وتحتوي على علامات أمنية مهمة جدا لا يمكن تزويرها منتص يعني دخلتوها تيست أكيد أكيد وللأمانة مثل ما هذا الحديث بشكل شخصي سامع من سيد المدير العامل محترم لأنه وضع الأسس الأولى لهذا الموضوع وأشرف عليه شخصيا معالي وزير الداخلية ومستحيل أن يتم تزوير البطاقة الوطنية وهذا طبعا اليوم سبب نقلة نوعية بالعمل صراحة خلصنا من هوية الأحوال المدنية وقد يزور نموذج خارج الدوائر والكتابة والخط الغير جيد وكثير من التفاصيل وأنت مثل ما تحدثت تغنينا أنه شايل لك كومة مستمسكات كومة مستمسكات الجنسية وشهادة وياها يضايح عوية لو خالها عدش بول ما السيارة وضربتها الشمس الجنسية فاليوم انتقالة نوعية كبيرة في عملنا صراحة ممتازين آلية التقديم هسا الناس مثلا لم يقدمها وتريد أن تقدم هسا وقالوا هاي دائرة خلصة العجوزات تعالوا قدموا على الموقع اشتغلوا معدود طبعا إذا بالمناسبة طبعا حتى الاستمارة من خلال موقع البطاقة الوطنية من ولل المواطنين متاحة مجانا يعني ماكو داعي يروح للإكشاك يقدر يمليها هو على ضوء المعلومات يدخل على الموقع ويمليه السمارة ويسحبها هذا واحد اثنين أنا مثل ما تحدثت التطبيق راح يكون تطبيق حديث مشابه لتطبيق الجوازل الإلكتروني لكن بالنسبة للدوائر اللي انتهى بها الحجز مثلا وبعد منازل التطبيق بإمكان المواطنين أن يراجعون إلى هذه الدوائر دون حجز يعني نزول التطبيق لكن أكو دوائر مثل مدينة الصدر أو غيرها الدوائر أو تاغنيها وغير عليها زخن فالحجز كان موجود بيها مستمر لمدة الشهر فإن شاء الله خلال هذه الفترة تنزل هذا التطبيق هم مش يقولون أستاذ منافق يقولون هي إذا أكو مكاتب أكو اتفاقات يقول احنا ننطب على الموقع ويعني نب 8-8 ساعة ننطب ماكو لود 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 بحيث من نفتحها يقول زيان هالي وواطنين شون سجلوا الملايين يقول من يفترق المكاتب كلهم عن طريق المكاتب حدث العاقل بما لا يعقل عفوة مو دكتور يعني مثلا هذ المواطنين الملايين اللي يسجلوا يعني احنا خلال من شهر الواحد إلى الخامس من أيلول العاضين الستة مليون كلهم هذولة عن طريق المكاتب حجزة لا بالتأكيد طيب عاوجة تنظر دا نقول لك يا بياما بالتأكيد بالتأكيد اللي مثلا هسان عندي ابني مثلا بس بيان عندي نعم يصير بدون حجز لو لغى هذا الشهر لا احنا هي كلها حجز ألكتروني كل حجز شنو الغاية من الحجز دكتور راح تسألني الغاية من الحجز لأمور تنظيمية صحيح اليوم انت متى جيتاخذ حق غيرك كل مواطن يعرف وقته يعني هسا احنا تطبيق الجوازات من تحجز تحجز على الوقت السبعة أو الثمانية أو مساء حسب الوقت انت تحدد له هو لا انت تدخل والساعات المتاحة واستثمر يعني هذه منصتكم من خلال منصتكم الحرة انه اوجه المواطنين بالنسبة للجوازات انه من تحجز مثلا ساعة ثمانية تعال قبلها بربع ساعة حتى ما يكون متراكم المواطنين نضيع ساعتك وتجي بعدها أو قبلها وصير تراكم ولهذا تشاهد المواطنين اللي يحضرون دوار الجوازات اكون سيابية سيابية عالية جدا وادعيك ان شاء الله ان تكون تصور تقرير مصور عن الجواز الاليكتروني وبأي مكتب تختار احنا اقدموا يطلع الجواز مثلا نقدم تسهيلاته ان البطاقة الموحدة تكون مستحيلة اولا ما تحتاج السنساخ بعد اعرف لأن دفع الاليكتروني ثلاثة انه تحجز وبنفس اليوم تحضر خلال نصف ساعة تسهيل جوازك تسهيل جوازك الكتروني تسهيل جوازك الكتروني وهذا اللي يمكن تنسب لعبة الكويت فقط لعد الجواز الكتروني هي يعني هذا طبع لفوات امنية لا هذا يخصهم هم هم الكويت ايه ولا احنا الجواز يعني اي الاعتياج ما تزور حتى انه لكن هم ارادوا يضغطون على المشجعين العراقيين ممتاز زين اريد ان اطلع جوازك سأعني الا على بطاقة السكن موقع رقعة جناتي له بأي مكان لا لا بأي مكان اي مكان ايضا لنوه للمواطنين الكرام بانه بأي مكتب بأي عفو اي مكتب جوازات فعلا تقدر تحجز انت مثلا اليوم دخلت على الحجز لقيت الحجز الوقت ما يلائمك على مكتب جوازات الكراتة لان زخم عليه تختار مكتب جوازات الكرخ الوقتي لاعمل تختار مكتب جوازات الكاظمية والبطاقة السكن شنون؟ ما له علاقة بطاقة السكن والمحافظات؟ بالنسبة للمحافظات يحجزوا بمحافظة بالتأكيد مع أنه دائما يكون بعض المواطنين عدوا حالات خاصة مثلا يزور بغداد ويمنح استثناء سيد مدير الجوازات كعامة نعم بس تأكد كل من المحافظة فقط كمناطقية وحتى بكل محافظة عذر المقاطعة أكثر من مكتب تقدر تحجز عليه مكتب إلامك جميل يعني هاي ضمن التسهيلات ممتاز، واحدة من التسهيلات خططكم المستكملية شينو ببعلكم سوتو؟ أو مكتوب الآن تنظيريا لكن على أرض الواقع راح يتحقق بعد أيام مثلا أو بعد فترة نعم، تحدثنا طبعا عن موضوع المحاطات بالسفارات بالخارج وبالتأكيد راح نختصر المسافات عن ناسنا وأهلنا وأحبتنا ولو احنا أكيد كل عراق عنده ناس بالخارج يتمنى يحضرون يشوفهم راح هناك يصورون ويكملون إجراءاتهم ومن كوادرنا المتميزة راح يرشحون هناك بالتنسيق مع الأخوة في السفارات ويدربون كوادر السفارات يكون فترة بالتأكيد ويمنحون فقط في أماكن السفارات، فقط القنصديات طبعا بالتأكيد، ما راح يصير تدرج في هذا الموضوع، بالتأكيد هذا واحد اثنين، موضوع التسجيل المركزي، ما تحدثنا عنه موضوع التسجيل المركزي أيضا منتصف الشهر العاشر إن شاء الله الشهر المقبل راح نباشر به، وتدريجيا راح يفتتح في عدد من المحافظات ومنها بغداد حضرتك نفوسك مثلا، خلي نقول محافظة ميسان، تسكن هنا بغداد، متى تروح الميسان؟ وما عندك إمكانية مال الـ V.I.B، هذا الـ لنفوس قصدك؟ لا لا، الـ V.I.B ما لدفع المحطة اللي تكلف ١٥٦، فاش راح تسوي؟ تراجع إلى هذا المركز، تصور هنا، تنفتح البيانات أمامهم، وتصرف إليك بطاقة وطنية وهذا راح يكون تدرج في كافة محافظاتنا الحبيبة، متى تروح لدهوك؟ متى تروح للبصرة؟ حلو أنا متعمد ذا أقول لك، أبو البصرة، صور هنا، وكذلك أبو دهوكي صور هنا، أبو البصرة، أبو ميسان، أبو الأنبار، كل محافظاتنا، لكن هذا بشكل تدريجي راح يكون أيضا، راح يكون أسوأ بمصنع إنتاج البطاقة الوطنية الملونة اللي باشرنا به حاليا، راح يكون مصنع إن شاء الله مستقبلاً ضمن الخطط اللي وضعها مع علي وزير الداخلية المحترم ويشرف عليها ويثابها السيد المدير العام المحترم لأنه إنتاج الجواز الألكتروني بخصوص الجواز أو البطاقة اللي هم هم في الشمال في دهوك أو في أربيب، في سليمانية، بتعرفها اسمها كردية نعم يعني عندهم دوائر خاصة مالتهم بكتابة كردية وكذا تفاصيل أكيد، أكيد، هو نفس الـ عم يجوين البغداد هناك لا، هناك، وبالنسبة أيضا لموضوع الجواز الألكتروني، ضمن الخطط راح يتم إكمال بقية المكاتب بسفارات، إن شاء الله نعم، ممتاز، إن شاء الله، عميد بناظل، متى حديثك، ذكرتني بمعساة آميها هاي شب صراحة نعم، نقلين نفوس، نعم، أنا نقلت نفوسي فيه 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 2007، 2007، 2007، نعم رجعوني على نقطة ناسيها الموظف أن يكتبها، نقطة نقطة بالحرف، طبعا هي أكيد هي المشكلة، وتعرف هذا ورقي، فيه نقطة هذا الموظف البسيط والناس هاي نقطة، هرحت رجعت البسر، إنه بعدين يا باشو، اسم أبوكمان ذكر، يا با رجعت رح أتجيب السجلة وأبويا ورجعت ثلاث مرات، يا الله نقلت النفوس في ظروف صعبة جداً كانت، صعبة جداً كانت، وللأمانة، نعم تعرفها إن شاء الطائفة وتفاصيل ومشاكل، لكن بفضله تعالى نقلت النفوس، هسا شنو السهولة، شنو اللي قدمته للمواطن؟ طبعا نقل النفوس يتوقف، يتوقف نقل النفوس لأغراض التعداد السكاني، وبالنسبة للنقطة والحرف، الكتابة هي عبارة عن نقطة وحرف لكن اليوم اللي يغني عن هذا الموضوع، الموضوع اللي تحدثت عنك قبل قليل، موضوع مراكز التسجيل، مراكز التسجيل بالبطاقة الوطنية أنت إذا تروح تصور هناك بعد شهر، شلو الحاجة إلى نقل النفوس؟ تحتاجها؟ أحا، بس ما يراجع مثلاً؟ أبو البصرة، ما يراجع البصرة؟ لا، محافظته، يعني إحنا مستقبلاً مثلاً مركز التسجيل بالكرخ ومركز التسجيل بالرصافة، كل محافظة مركز التسجيل، فالبيانات مثبتة كأنه مراجع، أبو البصرة بدل ما يراجع للكابمية، يراجع بالبصرة، لهذا المركز، وتصرف للبطاقة، أكو حاجة بعد نقل النفوس؟ لا، إذا يحتاج مثلاً تأييد من دارة النفوس بأنه محدث معين، وفات، صحة قيد أكيد هاي راح يكون السيستم مفتوح أمامهم كامل، 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 أنتم مؤرشة، بكل تفاصيل، بالتأكيد، كل التفاصيل موجودة، إحنا أي سوبرفايزر يفتح، راح تطلع المعلومات ما الدكتور حازم حلو، ممتاز، نعم، ممتاز، هاي فضيح أكيد أنتم محذرات أمنية لأخذ الدارة فقط هاي المعلومات اللي يرجع خبير، ودوار أخرى فقط هاي المعلومات طبعاً بالتأكيد، سيستم متكامل هاي صحة، يعني ما عليكم نقل بها، الحد ما مثلاً يخلص التعداد تفتحوني مثلاً؟ يعني احنا حسب توجيهات مع الوزير وهذه التوجيهات المركزية على موضوع التعداد السكاني لكن أنا أريد أسألك هو يعني أقول لك شنو الغاية؟ صحيح، حسب المرور، مو جاي راجعون نفس الموضوع، ماكو أي عراقي يعني بالموضوع طبعاً، أحسنتم جزاكم الله خير، يعني بصراح، نسأل على الأجول لو ما نحتاج نسأل على الأجول؟ لا، أتفضل لك الكلمة الكوم هي؟ ايه؟ كيف قلت أخذ الأجول من الأجول؟ أكيد كنا نمثل الدولة وهذا يعود إلى وزارة بالتأكيد، الرسوم هي الرسوم السيادية، ستة ألاب دينار والد دينار عن صورة القيد، أهى؟ ما يكون علاقة بالأكشاك اللي يسعوا باستمارة؟ نحن أصلاً نقول للمواطني إلا تراجع هذه الأكشاك ما تطلبوا فايل؟ وشو الفايل؟ بشنو؟ الفايل يجيبها من المكتب، هم ما تضيبها؟ زي أنت من راجعت مثلاً، قالنا من المكتب لهم براحتك من ين تراجع هذا بصراحة؟ دكتور عذرة، هذه الأكشاك تقع ضمن حدود البلدية خارج دوارنا قل لي أنا دفعت كشوك داخل الدائرة، بذاك الوقت سيكون الحق علينا صراحة وللأمانة ما شايف كشوك داخل الدائرة، الأمانة لماذا هذا التطبيق وغير الحديث ينزلوا بالجوازات؟ اليوم بالجوازات لا يحتاج تصوير فعلاً تحدثنا عن التطور الكبير بعملنا، الفيزة الألكترونية اليوم تجاوزنا العمل الورقي من غير رجعة إن شاء الله الفيزة الألكترونية اللي عند ضيافير يريد يدعي أو غيرها باختلاف السمات وتعددها يقدر يحجز الألكترونية أي مواطن يدعو؟ من حقاً؟ وفق ضوابط معينة بالتأكيد، ويقدم على الرابط ألكتروني نحن اليوم نريد نبتعد عن التماسي المباشر بين الموظف والمواطن هذا عمل ألكتروني، هذا واحد أثنين البوابات الألكترونية البوابات الألكترونية، الجواز طبعاً الجواز الألكتروني أيضاً نريد نوضح للمواطن الكرام من توصل للمطار يوجد بوابات ألكترونية تقدر من خلالها تدخل متور على ضابط الجوازات هي راح يقرأ الجواز وتدخل موجودة بمطار بغداد الدولي، تروح للبصرة أنا أشوف العراقيين غير العراقيين، ما شفت ممرة نا موجودة، قولوا من البوابات الألكترونية دائماً على الباركود؟ أي طبعاً، ورح تدخل هل ما أعرف بصراحة؟ هذا أيضاً على بصمة العين وعلى الباركود وتدخل هذه البوابات الألكترونية كيف تنصب توصلكم؟ افتتاحها معالي وزير الداخلية خلال هذا العام ممتاز، يعني هتطبقوا على كل مطارات؟ أي طبعاً موجودة ببغداد وموجودة بالبصرة أي مطارات أخرى موجودة؟ موجودة، ممتاز كم راضين على عملكم بصرح؟ يعني إذا تحب أشوف هالسؤالك ما الختام؟ بالتعلم، 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 بالتعلم طبعاً بالبداية يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملهم صدق الله عليه والعظم صدق الله عليه والعظم اليوم العمل في المؤسسات الأمنية والخدمية هو شرف لي كل موضة صراحة وبالتأكيد هذا يجعلنا أنه على عاتقنا أمرين الأمر الأول هو واجب قانوني ووظيفي يجب أن تؤديه تجاه المواطني الكريم الأمر الآخر هو تكليف شرعي من الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نخدم هذا الناس وهؤلاء الناس وأيضاً منحنا عليه كافينا عليه بالحسنات فاليوم قدمنا وكل ما نقدم للمواطن الكريم نشعر صراحة نحن مقصرين لأن اليوم العلم بتطور، المجتمع الدولي بتطور وإحنا مواكبين هذه التطورات نتمنى أن نكون قد أوفينا جزءاً من حقوق ناسة وأهنة ما كوا مننا على المواطن الكريم هذا واجبنا وكل ما نقدمه ما أنه كل فضل علي عميد مناضل سعدي وللأمانة وللأمانة مولي أنا عرفه صالي سنين لكن هذا الرجل اللي يتحدث ما في قلبه أنا عمر حياتي ما أنتدح رجل أو أنت صفات ما يستحقها وللأمانة اللي يتحدث يديه الآن في الدقائق الأخيرة هذا نابع من القلب وللأمانة عميد مناضل السعدي شكراً جزيلاً لحضورك شكراً لكافة هذه الأجوبة وأتمنى أن نبقى على نفس النهج اللي أنتدت تصير به وهذا مغرب عليك عميد مناضل شكري وامتناني لحضرتك دكتور ولكادر العمل بالتأكيد اليوم تعبناهم معنا نتمنى لكم التوفيق والسداد وإن شاء الله بالتأكيد متواصلين وأنتمنى من المواطنين الكرام أن يستقون المعلومة من مصدرها الأصلي ومن الإعلام الحر الشريف اللي دائماً يصلط الضوء على كل تفاصيل العمل أحسنت بالعبيد مناضل السعدي شكراً لك أخرى مدير العلاقات وإعلام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة صح اليوم أخذت البطاقة أكثر الأسئلة لكن أتمنى إن شاء الله حلقات قادمة إن شاء الله نتخذك إن شاء الله الله يبارك بكتور شكراً جزيلاً إذا المشاهدين الكرام في ختام الحلقة القبر وتحيات كادر البرنامج وأنا مؤلوم أقدم ببرنامج حازم الحربي ألتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة نساء في أمان الله وحباً اشتركوا في القناة